طبعا العالم بيحتفل في شهر يناير من كل عام بشهر التوعية بسرطان عنق الرحم واحد من أكثر الأمراض شيوعا ما بين طبعا السيدات في عمر معين وأكيد هنتعرف طبعا على الفئة العمرية الأكثر إصابة بسرطان عنق الرحم عشان كده النهاردة قررنا أن احنا نكتب رشدة التوعية لكل سيدة مصرية في أنها تاخد احتياطاتها اللازمة عشان تساعد نفسها في الوقاية من هذا المرض خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع الدكتور أيمن هاني أستاذ مساعد أمراض النساء وتوليد بجامعة القاهرة اللي موجود معانا دلوقتي عبر زوم في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير شازلي صباح الخير منا أهلا وسهلا أهلا بك بداية عايزين نعرف إيه هو مرض سرطان عنق الرحم الحقيقة مرض سرطان عنق الرحم ده واحد من أخطر وأكثر أمراض السرطانات في السيدات هو يعتبر رقم 6 في السرطانات اللي بتيجي للسيدات والحقيقة في آخر كام سنة احنا بنقول أن عدد المصابات بسرطان عنق الرحم وصل لتسعين ألف سيدة بيصابوا بسرطان عنق الرحم منهم حوالي سبعة واربعين ألف سيدة توفوا وده رقم كبير جدا عنق الرحم هي منطقة الموصلة ما بين منطقة المهبل ومنطقة الرحم هو الباب بتاع الرحم بتاع السيدة والحقيقة الموضوع بالنسبة لسرطانات الجسم كلها مختلف وسرطان عنق الرحم يتميز بطبيعة خاصة جدا جدا لأن أغلب السرطانات الحقيقة نحن ما نقدرش نمسيك لها سبب واضح يعني لو مثلا بنتكلم على سرطان الرئة نقدر نقول أن التدخين بيزود الرسك بتاعه يعني هو رسك فاكتور بس في ناس جالها سرطان الرئة وعمرها ما شربت سجارة ولكن الحقيقة في سرطان عنق الرحم مرتبط ارتباط وثيق لأكتر من 99% من حالات سرطان عنق الرحم مرتبطة بفيروس اللي هو الـ HPV اللي هو بنسميه الفيروس الحليمي فالفيروس ده بيسبب 99% من سرطان عنق الرحم وعشان كده الدكتور الألماني اللي اكتشف النظرية دي أخد جائزة نوبل لأنه قال أن بما أن السبب فيروس ففيه وقاية ممكن نقدر بنعملها من الفيروس زي كل الحاجات الفيروسات تطعيم على طول نحن نخد لها تطعيمات مظبوط نحن نخد تطعيمات من وإحنا أطفال تطعيمات فيروسات كتيرة جدا 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 في حياتنا من أول ما بنتولد نقول والله ده الفيروس الكابدي الوباقي ده في اليوم الأول بعد شهر بناخد تطعيم الفيروس تاني بعد ثلاث شهور ستة شهور بنفضل حياتنا كلها طبعا رسا مخلصين التطعيم بتاع الكوفيد من سنتين كلنا فالحقيقة بما أنه سرطان ولكن مسببه فيروس أصبح السرطان له تطعيم وده حاجة متفردة في سرطان عنق الرحم الحقيقة طيب دكتور حضرتك قلت بس عايزين نوضح نقطة قلت أنه وصلت عدد الحالات المصابة بسرطان عنق الرحم لتسعين ألف ده في السنة صحيح ده عدد سنوي سبعة واربين ألف طيب هل العدد ده زايد عن السنين لقبل كده؟ الحقيقة الأعداد بتاعتنا عنق الرحم منظمة الصحة العالمية عملت ريبورتينج في مناطق التي نسميها الشرق الأوسط ولقيت أن الأعداد فيها متزايدة ولكن الاستراتيجي بتاعت منظمة الصحة العالمية لخفض والقضاء على المرض ده أصلا بما أن حضرتك برضو بتتكلم عن تقرير منظمة الصحة العالمية هل الرقم ده موجود في مصر بس؟ ولا الرقم ده رقم علامي؟ لا رقم علامي علامي طبعا نسبة الزبط خارج مصر أكبر بكثير من مصر طيب لأن أساسا فيروس وعنك أه يتفضل لحد أكبر كنت عايزة أعرف بس يعني بما أننا أثرنا الموضوع وهو شيء مؤلق أكيد لكل السيدات تتفرج علينا وعايزة أعرف إيه لممكن الأعراض اللي الواحد يحس بيها علشان يروح يعمل تشك ويقول أنا عايز أبص على علق راحم وأطمن أن ما فيش أي حاجة أول حاجة نتكلم عنها في الأعراض الفئة العمرية أكثر الفئات العمرية طبعا هو ممكن نيجي في أي فئة عمرية لكن الأكثر شيوعا من سن الثلاثين لسن الخمسة أو أربعين السن ده هو السن اللي بنسميه في الشقة الأوسط الناشط جنسيا لأن الفيروس بينتقل عن طريق العدوى التنسلية فبيجي عند حدوث العدوى الجنسية لأنه فيروس بيجي عن طريق الانتقال الجنسي فقط النقطة الثانية أن الفيروس بتاع الـ HPV وجوده في الأول قد لا يسابه بأي أعراض يعني أنا لقد الله حد جاله الفيروس ممكن يقعد له في طرط ممكن شهور ما يبقاش عنده أي أعراض ولكن إمتى نبتدي نقلق أو بتدي السيدة تبتدي تفكر أنها تزور الدكتور أو تعمل الكشف الضروري للحالات دي رقم واحد لو في حالات النزيف الغير مسبب يعني أنا من غير سبب عندي نزيف أو نزيف مصاحب للجميع بعد كل جميع أنا بيحصل لي سبوتينج أو بيحصل لي نزيف أو طنقيد دم أو أن أنا عندي إفرازات طول الوقت زيادة عن اللازم وخصوصا كمان لو كانت لها رائحة غير طبيعية أو لون مدمة دي كلها علامات مهمة ألم أسفل الحوض مستمر تقل شديد في الظهر أو في بعض الأحوال بنلاقيها في حالات تأخر الحملة كمان ممكن نشوف الأسباب تأخر الحملة وجود التهابات في عنق الراحم بيكون بسبب الفيروس اللي هو بتاع الـ HPV فلو السيدة عندها أي نزول دم غير طبيعي أو نزول دم بعد الجماع كلها مبتمعة يا دكتور أو ممكن عرض أو عرضين لا عرض واحد بس حتى لو عرض واحد بس حتى لو عرض واحد بس لازم تروح للدكتور وتكشف الحقيقة سرطان عنق الراحم فيه ميزة كبيرة جدا على عكس أنه هو زي على عكس سرطانات كثيرة جدا يعني سرطان الجهاز الهضمي أنا محتاج أدخل أعمل عملية منزارة عشان أدخل جوه الجهاز الهضمي سرطان الرئة محتاج أعمل أشعاعات سرطان الرحم نفسه محتاج أعمل أشعاعات وحاجات عنق الراحم ده جزء ظاهر بالعين يعني أنا ممكن بالفحص العادي أقدر بالكشف كأنه زي ما الدكتور سنين بيقولك افتح بقك هبص على درسك دي مش حاجة صعبة فهو نفس القصة عنق الراحم جزء ظاهر للعين أقدر أبص عليه أثناء الفحصة عن الدكتور عضو طيب إيه الجديد في عالم الطب في التعامل مع سرطان عنق الراحم؟ الجديد إن إحنا لازم نبقى عندنا مسج واضحة جدا 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 إن إحنا نهدف إلى القضاء على المرض يعني زي ما العالم تخلص من شلل الأطفال وتخلص من أمراض كتير إحنا عندنا الاستراتيجي القضاء على مرض قاتل والقضاء عليه عبارة عن توستيبس التطعيم والمسحة يعني إن أنا أقدر أحمي نفسي بحاجتين بسطين جدا تطعيم الفيروس يتخذ للبنات من سن 14 سنة عبارة عن ثلاث حقن عضل أو في بعض الأنواع حقنتين عشان يقي من أكتر أربع أنواع من الفيروس الـ HPV هو له سلالات كتير أشهرهم أربع المسببين للسرطان لما باخد التطعيم دعبا عن ثلاث حقن عضل البنت بتبقى عندها عظيم جدا ضد السرطان وده تطعيم ضد السرطان مش تطعيم بقى ضد الفيروس وده حاجة مهمة جدا فإحنا نشجع الناس إنها تدخل للبنات إنها تعمل التطعيم ده زمان كنا نقول مش هيحصل لها حاجة أو كده ولكن إحنا نحن نحن نطعمها لحياة فيها كلها وهم ثلاث حقن عضل أعراضهم الجانبية لا تفكر مفيش حاجة زيهم زي أي شك التطعيم في الدنيا الواحد بيأخده بيتعب شوية ما كان الحقنة شكت الحقنة طب بيدفع نص يوم ولا حاجة الموضوع بسيط جدا نقطة تانية عند ظهور أي أعراض روحي للدكتور نعمل حاجة اسمها بابس مير مسحة يدوبك فورشة صغيرة بنعديها على عنق الرحم وناخد الخلايا دي نبص عليها بالمايكروسكوب والتقنيات الجديدة كمان تقدر تقول لنا المادة الوراثية دي انا بتاعت الفيروس موجودة في المسحة ولا لا فنقدر بشكل سهل جدا أعمل وقايا يعني عندي تو ستابس إننا ناخد التطعيم أو إننا اكتشفوا بدري ومجرد ما اكتشفت إن الخلايا دي موجودة بدري جدا أقدر عالج الخلايا دي قبل ما توصل بكتير جدا لمنحلة السرطان طيب نتخيل إنه خلاص وصلت فيه سرطان وفيه ورم إزاي بيتعامل الطب معايا هل بيكون فيه إزالة الورم فقط عشان بس الناس ما تخافش والناس برضو تاخد احتياطاتها يعني هل الموضوع بيقصر على إزالة أو استقصال الورم أم إنه ممكن نصل إلى إننا ممكن نشيل الرحم لقدر الله تمام الخطوة الأولانية إننا لو لقيت في البابسمير المسحة بتاعتي دي الخلايا دي عشان تتحول لورم سرطاني إحنا بناخد من عشرة لخمستاشر سنة عشان يحصل البروجرس للخلايا دي إنها توصل لحاجة مش كويسة في خلال العشر سنين دي العلاج بسيط جدا علاج كي بالتبريد وعلاج كي حراري وعلاج أدوية حاجات بتخلص الموضوع بدري جدا قبل ما ينتقل للمرحلة دي لأنه لو انتقل علاج سرطان عنق الرحم راديكال يعني عنيف جدا بنتطر نستقصل كل المنطقة بتاعة الرحم والعنق الرحم لو قدر الله تأخرنا في التشخيص لغاية ما يوصل للسرطان إحنا عندنا مرحلات طويلة جدا 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 اللي هي ما قبل السرطان جي عشر سنين فأنا لو عندي الأعراض وأقدر أحقها بدري جدا أما لو اتأخرت إن أنا وصلت للسرطان للأسف بقيت عملية راديكال وبقيت عملية كبيرة جدا وهو ده اللي بيقدي إلى إن أنا اتأخرت في التشخيص وده اللي بيزود عدد الوفيجات من سرطان عنق الرحم لأنه العملية بتاعته كبيرة جدا عملية زي ما نقول بنستقصل أحاجات كتيرة جدا من الحوض ساعتها فيها والنتائج بتاعتها في المراحل الأولى كويسة لكن أي مرحلة تانية أو متأخرة شوية فيها الموضوع مش أحسن عاك شكرا جزيلا دكتور أيمن هاني أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة